خلصت السطر الرابع يعني خدتني الحماسة كده وانا بشتغل فكملته للاخر لكن هقول التزايد هنا عملته ازاي زي ما عملنا في الجنب الاول بالضبط هتخلي بالك معايا احنا بدأنا ايه دي اول غرزة في التزايد في الجزء بتاع التزايد بتاعي ده اول غرزة هنا انا عملتها حشو فردي تمام? غرزة حشو عادية الغرزة التانية هي اللي فيها التزايد غرزتين كل مجموعة مجموعة يعني غرزتين اللي هم طلعين من الغرزة الاولانية اللي انا عملتها عشان انا عملت هنا في السطر ده السطر الاول غرزة وطلعت باتنين وبعدين طلعت اللي اتنين دول هعملهم تلاتة قاعدة التزايد بتاعتنا غرزة بتطلع اتنين وبعدين بيطلعوا تلاتة والتلاتة بيبقوا اربعة والاربعة بيبقوا خمسة كل سطر بنزود غرزة طيب هما هنا كانوا اتنين وعندي ست مجموعات اتنينات كده هشتغل فيهم ازاي؟ اول مجموعة يعني اول غرزتين هشتغل واحدة حشو عادي واحدة تزايد واحدة حشو عادي واحدة تزايد واحدة حشو عادي واحدة تزايد ادي تلات مجموعات اللي هما نص التزايد بتاعي طب النص التاني هشتغله ازاي؟ وانا عندي فيه رسمة وفيه الوان تانية بغير لها بعد ما وصلت للنص بتاعي النص التاني قلت ايه؟ زي ما عملت في الجنب التاني بالزبط هعكس ترتيب الغرزة والتزايد علشان انهي الجزء ده بغرزة حشو زي ما بدأته تمام كده؟ طيب هنا هعمل ايه في الجزء اللي بعده؟ ببتديه بواحدة تزايد وبعدين غرزة حشو ادي اول مجموعة هنا عندي في الكحلي لما غير اللون في مجموعتين واحدة تزايد واحدة حشو واحدة تزايد وواحدة حشو غيرت اللون وبدأت مع الكحلي بتاعي فاول غرزة كحلي هنا عملت واحدة تزايد الغرزة التانية عملت فيها غرزة حشو عادية الغرزة التالتة عملت غرزة تزايد الغرزة الرابعة عملت غرزة حشو عادية يبقى انا كده عدد اللون الكحلي معايا مظبوط عدد التزايد معايا مظبوط تمام؟ ما غيرتش فيه اي حاجة وكملت بقية السطر زي ما احنا ماشيين بالزبط من غير اي اه اه مشاكل اه ستة اصفر ستة كحلي اتنين بطيخي وارجع اقفل المثلث بتاعي ده بستة كحلي وارجع ابتدي تاني ستة اصفر ستة كحلي وهكذا لحد نهاية السطر بتاعي طيب وصلت لنهاية السطر هبتدي في السطر الخامس والاخير هنعمل فيه ايه السطر الخامس؟ بداية الرسمة معايا مش من بداية السطر صح؟ انا بداية السطر عندي هي التزايد بداية السطر عندي هي التزايد وبعدين الرسمة بتبدأ التزايد هو اول السطر بتاعي طيب التزايد في السطر ده هنعمله ازاي؟ ادي اخر غرزة عندي انا اشتغلتها العلامة بتاعتك ما تنسيهاش فاول التزايد ونهايته علشان ما تطلخ بطيش وتنسي وخصوصا في الجزء اللي هو نفس لون الارضية بتاعت الحزان هتطلخ بطيه ومش هتبقي عارفة فين اول تزايد بتاعك وفين هيته لازم تراعي انك تحطي العلامة اول بول السطر الخامس التزايد بتاعنا احنا عملنا في السطر اللي فات غرزة حشو وغرزة تزايد عندي تلت غرز في كل جزء كل مجموعة عندي فيها تلت غرز طيب هعمل فيها ايه تلت غرز انا هعمل اول واحدة تزايد معايا اول غرزة هي اللي تزايد والغرزتين التانين حشوة عادي اهو اهو ادي اول مجموعة خلصتها المجموعة التانية اول غرزة تزايد والغرزتين التانين حشوة عادي ايه دي المجموعة التانية المجموعة التالتة اول غرزة تزايد يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة والتانين اللي اتنين التانين غرزة حشوة عادية وغرزة حشوة عادية في اللي بعدها انا كده خلصت كم مجموعة انا كده خلصت تلات مجموعات اللي هما نص التزايد هعمل ايه في النص التاني عاوزة انهي التزايد بتاعي باتنين تزايد زي ما بدأته لو فضلت مكملة بنفس النظام همشي اتنين تزايد واحدة وواحدة واحدة تزايد وبعدين واحدة حشو واحدة حشو همشي كده يبقى انا هنهي بواحدة حشو لأ طب اعمل ايه اقلب الترتيب بتاعي من عنده نص التزايد بتاعي هنا وصلت هنا للمجموعة التانية اللي هو النص التاني النص الشمال اللي هقلب فيه الترتيب انا بعمل ايه واحدة تزايد واحدة حشو واحدة حشو هبتديها ازاي تمام هبتدي بواحدة حشو واحدة كمان حشو والاخيرة هي اللي تزايد معايا في الحتة دي عايزك تركزي فيها وتفهميها عشان ما تتهيش المجموعة الاولى المجموعة التانية هنشتغلها ازاي زايد واحدة حشو عادي واحدة حشو عادي وبعدين واحدة تزايد اخر مجموعة معايا مجموعات التزايد اهي واحدة حشو الغرزة التانية حشو فردي اخر واحدة معايا اهي اخر غرزة معايا في التزايد هعملها تزايد وبكده ابقى خلصت الجنب ده بالتزايد بتاعه للسطر الخامس والاخير فردي كويس عشان بتلمش معاك كده خلصت الجزء ده بالتزايد بتاعه بدأت بواحدة تزايد حشو حشو ادي اول مجموعة مجموعة التانية تزايد حشو وحشو يبقى كل جزء معايا بقى فيه اربع غرز كل جزء معايا بقى فيه اربع غرز واحدة تزايد يعني غرزتين في نفس المكان وبعدين واحدة حشو واحدة حشو لما وصلت للنص خلصت تلات مجموعات فضل تلات مجموعات بقلب الترتيب علشان أنهي هنا زي ما بدأت بوحدة تزايد يبقى هعمل إيه؟ أنا هنا عملت وحدة تزايد وحدة حشو وحدة حشو أقلب يبقى وحدة حشو وحدة حشو وحدة تزايد وهكذا في المجموعتين التانيين لحد مخلصة طيب الرسمة بتاعتي بتبدأ بإيه؟ زي ما احنا مستمرين المسلس الكحلي بيوسع يعني إيه بيوسع؟ يعني بزود غرزتين من على اليمين وغرزتين من على الشمال عدد الكحلي معايا ثابت على رقم 6 هيبقى هنا 6 وهنا 6 برضو طيب الغرز الزيادة هيزيدوا في اللون البطيخي جوه هو اللي هيبقى 6 زيه وزي الكحلي هزود غرزتين من برة وغرزتين من برة اشتغل 6 كحلي و6 بطيخي و6 كحلي اهو زي البطرون بتاعي هيبدأ معايا أول غرزة في السطر هيبقى لونها كحلي 3 مربعات كحلي وإحنا المربع بغرزتين خلاص بقى كلام بقى معروف وحفظنا يبقى 6 كحلي 3 مربعات باللون البنكة والبطيخي يعني 6 غرز 3 كحلي تاني يبقى 6 غرز تاني مربع واحد أصفر يعني غرزتين أصفر هنمشي بنفس الترتيب طول السطر لحد ما نوصل عند الجنب التاني اللي في التزايد وفيه تغيير اللون تمام كده هنمشي مع بعض 6 كحلي 6 بطيخي 6 كحلي 2 أصفر ونرجع نبتدي تاني 6 كحلي 6 بطيخي 6 كحلي 2 أصفر نكمل كده نشوف هنعمل الجزء التاني إزاي ده آخر سطر معايا في الدراع عموما هم خمس أسطور كفاية لأنهم خمسة فوق وخمسة تحت يعني بمثابة عشر سطور لو أنت بتشتغلي الحزام العادي اللي هو بتبدأي من أول السطر وتنهيك كأنك عاملة عشر سطور ممتاز قوي وكفاية كده عرضه حابة تزوديه زي ما أنت عايزة حابة تقللي عن كده برضه زي ما أنت عايزة كمان بيتحدد حسب حجم الشنطة يعني تبقى الشنطة صغيرة مني كده للبنات وتعملي الدراع عريض ما تبقى الشنطة تبيرة وتعملي الدراعها رفيع فيعني تخلي فيه تناسق ما بين ما قاس الشنطة وعرض الدراع وطوله أنا هنا لما خلصت التزايد هبدأ الرسمة بتاعتي هبدأها باتنين كحلي اللي اتنين دول هعملهم كحلي يبقى آخر الغرزة عندي هنا عملتها في التزايد مش هقفلها باللون الأصفر هغير اللون واقفلها باللون الكحلي هغير اللون لللون الكحلي بقى أقفل باللون الكحلي هبدأ غرزة كحلي اتنين هعمل كام كحلي هعمل ستة كحلي هعمل ست غرز كحلي ثلاثة أربعة خمسة ستة خلصت الستة كحلي هعمل ايه هغير اللون البطيخي وهعمل كمان ستة اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد الستة البطيخي هعمل ستة كحلي تاني دي واحد اتنين تلاثة أربعة خمسة ستة. اه دي ستة قحلي بعدهم. هنا هعمل اتنين بس اصفر. اتنين اصفر. ده لون الغامق. اتنين اصفر. وبعدين ارجع اجيب الكحلي تاني. واشتغل ستة كمان. وهكزا هكمل بقية السطر بتاعي. لحد ما خلص الجزء ده. واوصل للجنب التاني. نجي نشوف التزايد هيبقى ازاي? وصلنا للجنب التاني. التزايد اللي في الجنب التاني. انا خلصت الجنب ده كله. اهو. نجي للجنب التاني. زي ما عملنا التزايد. في الاول بنعمله هنا. عملنا ايه? نرجع كده تاني مع بعض. انا خلصت اهو الجنب ده. وصلت لأول غرزة تزايد عندي. اهي. كده واضحة. هبتدي اعمل ايه هنا? اول غرزة عملناها. عملناها تزايد. صح الكلام? عملنا اول واحدة تزايد. وبعدين عملنا غرزة حشو. وغرزة حشو. صح كده? اهي. المجموعة اللي بعدها. كمان اول واحدة تزايد. وما فيهاش اي اختلاف. وواحدة حشو عادي. وواحدة. كمان حشو. دي المجموعة الثانية. طيب. المجموعة الثالثة. هنعمل نفس الترتيب بتاعنا. اول واحدة. تزايد. وبعدين. واحدة حشو. واحدة كمان حشو. كده خلصنا تلات مجموعات من التزايد بتاعنا. طيب. المفروض هعمل ايه? هقلب الترتيب بتاعي. هقلب الترتيب او هغيره. هشتغلوه بالعكس. ازاي? المجموعة التانية اللي هي على الشمال. هشتغلها. واحدة حشو. عادي. وواحدة كمان حشو عادي. وبعدين وحدة تزايد. هقفل الغرزة. لأ. ليه? اهو. انا هغير اللون هنا. يبقى اقفل باللون الكحل. تغيرنا للون الكحل. طيب. هنعمل ايه? في تزايد المجموعة الثانية. زي ما احنا قلنا. بنبدأ بواحدة حشو. التانية كمان حشو. والتالتة تزايد. طيب. انا لازم ااخد بالي من ايه? لازم اخد بالي من التزايد بتاعي. يبقى. في مكانه مظبوط. زي بقية المجموعات. دي حاجة. تاني حاجة. اخد بالي من تغيير اللون وعدد غرز كل لون. من سيش واشتغل الكحلي. واجي الاقي نفسي. ما اشتغلتش اللون البطيخي بالعدد المطلوب. او اشتغل اللون البطيخي من غير مظبط عدد التزايد بتاعي. انا دلوقتي اشتغلت واحدة حشو. واحدة حشو. واحدة تزايد. كده بقى عندي كام غرزة كحلي? اربعة. انا المفروض بشتغل كام? ستة. صح? يبقى انا لسه فاضلي غرزتين كحلي تاني. طب المجموعة التالتة انا هشتغل فيها ايه? المفروض هشتغل واحدة حشو. واحدة حشو. واحدة تزايد. صح الكلام? طيب انا فاضلي في الكحلي غرزتين. يبقى واحدة حشو. واحدة حشو. ادي كده الست غرز الكحلي بتوعي كمله. تمام? طيب المفروض ان انا هعمل اللي جاية تزايد يعني هعمل غرزتين هعملهم باللون البطيخي. علشان ازبط عدد اللون معايا. وفي نفس الوقت سازبط التزايد بتاعي. هغير لللون البطيخي واشتغل اخر غرزة في التزايد. هشتغلها باللون البطيخي ده اول. ادي اخر غرزة. وهشتغلها تزايد باللون البطيخي. طيب هعمل ايه بعد كده? خلاص انا كده خلصت التزايد بتاعي. همشي طبيعي في بقية الرسم. البطيخي ده المفروض ست غرز. انا عملت واحدة تزايد يعني غرزتين. هشتغل كمان اربعة. وكده يبقى الست غرز بتاعي. كمله. هكمل بايه? خلاص انا هجده همشي طبيعي جدا واكمل للاخر. ستة كحلي. اتنين اصفر. ستة كحلي. ستة بطيخي. وانتي بتشتغلي. راعي انك تفردي الغرز كويس علشان ما تلمش منك. ويفضل الدراع معاك مزبوط ومفروض. كده هكمل بقية السطر بنفس النظام زي ما قلنا. خلاص ما فيش تزايدات تاني وده اخر سطرة معايا. خلصنا التزايد هنا. وزبطنا الرسمة. زبطنا الكحلي. وزبطنا اللون البطيخي. هنشتغل. ستة كحلي. اتنين اصفر. ستة كحلي. ستة بطيخي. وهكزا. ونكمل بقية الجنب زي ما عملنا الجنب الاوليني. هنكمل ده زي ده. ونيجي نشوف هننهي السطر. خلصنا الجنب بتاعنا. وجينا نشوف هنقفل ازاي الدراع. قبل ما توصلي لنهاية السطر. بكام غرزة؟ بالجزء ده. بعد ما خلصنا الرسمة وفي الجزء السادة ده. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نخرج الخيوط اللي احنا كنا بنشتغل فوقها. الخيوط اللي كنا ندخلينها جوه الشغل. اللي بنشتغل بيها. اللي هي تعتبر الداعم بتاعنا. هنبتدي نخرجها واحدة واحدة. علشان السطر ما يقعش مني مرة واحدة. طيب. هعمل ايه دلوقتي? هاخد مسافة كده. هسيب مسافة. تسمح ان انا ادخل الخيوط دي آآ اداريها وراء في الدراع من وراء بعد ما خلص. يعني مسافة مسلا عشرة سنتي تقريبا. وهقص الخيوط بتاعتي. تمام? طيب. هعمل ايه بعد كده? هبتدي اطلعهم لون لون. يعني اللون. الاصفر الغامق ده. هخرجه. اهو. بخرجه ازاي? بطلعه بره الشغل. بمسكه بايدي هنا. اهو قدامي. اهو. طلعه بره. وباخد معايا ايه? اهو. اللون الكحلي. واللون البطيخ. الكحلي والبطيخي ايهو. هما دول اتنين بس اللي معاي. مع الاصفر اللي انا شغلة به. هشتغل ازاي? هشتغل غرزتين. حشو عادي. على اللونين اللي معاي. تمام كده? طيب. هعمل ايه تاني? غرزة كمان. وبعدين هطلع لون تاني من اللونين اللي معاي. هطلع الكحلي. اهو. هخرجه بره. وبعدين همسكه بايدي زي ما عملت في اللون اللي قبله. ادي اللون ده خرج خلاص. ده مش معاي. هخرج الكحلي كمان. طلعوا بره. سندوا بايدي كده. بايدي دي. وهنا باخد اللون بس اللي فاضل. هشتغل. علي كمان. ورزتين تلاتة. وبعدين. كده ابقى خرجت الخيوط كلها. هخلص لحد الغرزتين اللي فاضلين معايا. هطلع اخر لون. وكده ابقى شغالة من غير خيوط معايا خالص. كده كل الالوان طلعتها من ورا. هشتغل ايه هنا? هشتغل ايه دي اخر غرزة. هشتغلها حشو عادي. شايفة كده واضحة. هدي اخر غرزة. وهشتغل هنا اول غرزة دي. اللي هي اول غرزة في السطر الجديد. هعملها منزلقة. تمام? وادي كمان واحدة منزلقة. وبس كده هقطع الخيط بتاعي. هقطع الخيط ايه? الاصفر اللي انا كنت شغالة بيه. برضو هسيب مسافة. واقصه. وبعدين هسحب الخيط. واجيب ابرة التنظيف بتاعتي. وابتدي ادككه في الشغل من ورا هو. وباقي الخيوط الزيادة اللي عندي دي. هبتدي اتخلص منها. ازاي? باني هلضمها في ابرة التنظيف. وبدخلها زي ما بنعمل. وزي ما شفنا في فيديوهات كتير قبل كده من اللي احنا قدمناها. بندخلها بين السطر. بين الغرز. علشان ما تبقاش بينا معي. مسافة كده تكفي ان هي تبقى في الامان ما تطلعش تاني. وبعدين بقص الزيادة. تمام كده. نبتدي ننظف كل الخيوط دي. علشان نقفل الدراع بتاعي. طيب هنعمل ايه? كده خلاص. كده خلاص. عايزة تسيبيه كده زي الفل هو كده الدراع خلص. مش محتاج منك غير ان تنظفي الخيوط اللي ورى. وبس ده وش الدراع. وده الظهر. تمام? طيب. عايزة تسيبيه كده تمام زي الفل هو كده ممتاز جدا. عايزة تعملي فيه اه اي تزيين من فوق. اه غرزة حشو معكوسة او فستونة او تعملي سطر بلون مخالف اه منزلقة مثلا تعمليه بغرزة منزلقة اه او غرزة حشو ما يبقاش فيه خط داعم من تحت تبقى الغرزة السطر ارتفاعه قليل تبقى الغرزة قليلة. زي ما تحب تزيني الدراع بتاعك زيني. اه دي حسب زوءك وحسب ما انت شايفة يعني ده هيمشي ازاي مع الشام. نبتدي نقفل الخيوط بتاعتنا بابرة التنظيف. بنرضم الخط فيها. كل الخيوط اللي في ظهر الدراع دي هنقفلها بالطريقة دي. بتاخد الابرة كده. وبتبتدي تدخليها تحت الغرزة. ما بين الغرز اللي في ظهر الدراع علشان نضمن ان هي ما ما تفكش او ما تطلعش تاني اثناء الاستعمال. انت لما تدريها هنا. الدراع ده كمان لسه هيتثبت في الشنطة. خلاص. هي اقل. اتدريها هنا باقل عدد من الغرز. مش هتبان معاك خالص. حتى مش هتطلع لانك هتثبتيها مع الشنطة. هبتدي ادخلها جوه الغرز كده تحاولي طبعا تمشيها جوه الغرز ما تبانش من الناحية التانية من هنا ما تطلعش وفي نفس الوقت تبقى شكلها مناسب من هنا برضو ما تبقاش طلعة ولا ليها حرف باي انا هبتدي ادخلها كده واحدة واحدة التقفيل بيبقى محتاج صبر وتركيز علشان يعني تقفيل الحاجة اللي بتعمليها وجودتها بيتوقف عليه حاجات كتير قوي في شكل الشنطة النهائي فلازم تركزي في التقفيل ما يبقاش اي حاجة وخلاص تبديله من وقتك وتاخدي بالك منه لان هو ده اللي بيفرق في شكل الحاجة اللي معمولة كويس ونظيف عن الحاجة اللي بتبقى معمولة كده سوقي وخلاص يعني ناشي كده انا دارية الخيط وقصيته خلاص هعمل كده في كل الخيوط اللي عندك في بداية بداية الدراع اللي عملناها وانهيته واي تغيير للون خلال الشغل كل ده نبتدي ندريه بنفس الطريقة اهو ندريه بنفس الطريقة دي وبعدين احنا لسه هنسبت الدراع عليه هنسبت الدراع في الشنطة فالجزء ده هيبقى آآ واخد حقه بزيادة في التثبيت والخياطة آآ ما تقلقيش ما فيش حاجة هاتبان ولا مع الاستعمال ولا مع الغسيل تمام كده على قد ما تقدري ما يبقاش الخد باين ولا من قدام ولا من وراء كده ونقص دي بتحاول تقصي قريب ما يبقاش باين تخلي بالك من الغرز عشان ما تقصيش حاجة من الغرز تمام كده هنعمل دي كمان خلص خلصنا آآ كل الخيوطة اللي كانت في ظهر الدراع آآ قفلناها درناها جوه الشغل بتاعنا جوه الغرز ما بقاش ليها أي أثر آآ دلوقتي هنسبت الدراع آآ سبتناه بعد كده فانا مش مش هحبه ان انا اكرر تاني اللي عملناه علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده آآ عندك آآ آآ فيديو آآ شانطة المزيدة آآ آآ مزيدة آآ سبتنا في دراع اآ بالطريقة الأحنا بنسبت بيها آآ ما بيبانش الخياطة بتاعته لا من قدام ولا من ورا ولا من جوه الشانطة آآ في كمان فيديو كنت عاملة آآ نموذج لدراعه صغير ومسبتاه طريقة التسبيت نفسها آآ عملته كان فيديو لنموذج مصغر مش شانطة لكن تجربة للتزليط. برضو ممكن تشوفيه ده كويس يعني انا هسيب اللينك بتاعهم في صندوق الوصف تحت. بكده نكون خلصنا الدراع بتاعنا. بالطريقة البيضاوية. اتمنى يكون الشرح واضح ويكون شكل الدراع عجبكم. ممكن نطبق ده على اي رسمة عايزة تعمليها للدراع. هنمشي زي ما مشينا في الفيديو ده. ازاي اسمناه من النص علشان يبقى اللي فوق. زي اللي تحت بيكمل الرسمة. تقدر يتطبقي اي رسمة عليها. ولو عايزة متابعة مني انا معاكي على جروب الواتس على التليجرام. اه هنا في التعليقات. اه اي حاجة انا معاكي ان شاء الله. اه اشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد. اه لتكمل التقفيل الشنطة وتركيب السستة. علشان نبقى خلصنا الشنطة البيضاوي. وخلصنا الفيديوهات اللي نقص فيها. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.